اشتركوا في القناة نقطة اهتمام الحكومات بشكل عام خاصة بعد تنامي القدرات العسكرية والتكنولوجية للدول في هذه المنطقة الاستراتيجية من العالم وقد تضعفت اهمية هذا النوع من السفن ايضا بسبب اعادة تعريف الامم المتحدة للمياه الاقليمية للدول واستغلال الموارد الطبيعية في مدى يصل الى 200 ميل من السواحل الوطنية حيث تم التوقيع على هذه الاتفاقية التي علفت بالحدود الاقتصادية Exclusive Economic Zone في عام 1982 واولت حينها العديد من الدول المتشاطية اهمية لصناعة وتطوير السفن الدوليات لحماية مصالحها يتم تشغيل السفن الدوليات البحرية من قبل كل من قطاع القوات البحرية وقطاع خفر السواحل على الرغم من ان هذا يعتمد على هيكل الامن البحرية لكل بلد فوفقا لخبراء ترتكز برامج امتلاك وتشغيل هذه السفن الدولية لهذين القطاعين على امرين رئيسيين اولهما ان القضية الاكبر دائما تكمن في التموين وهي في نفس الوقت مرتبطة بالمشكلة الاكبر الثانية مشكلات التشغيل البيني لهذه المنصات بين قطاعي البحرية وخفر السواحل وغالبا ما يكون هذا عائقا امام انشاء بنية امنية بحرية قوية والتي لها تأثير حول كيفية تخصيص الميزانيات على النحو الامثل وهذا هو الحال بالاخص في منطقة جنوب شرق اسيا حيث يتنافس كل من قطاع خفر السواحل وقطاع القوة البحرية على التمويل المحدود اصلا فاذا ما نظرنا الى البحرية الملكية الاسترالية فمن الممكن ان نرى واحدة من اكبر برامج انتاج السفن الدوليات البحرية الجديدة في منطقة اسيا والمحيط الهادئ في ايطال مشروع C1180 في مرحلته الاولى والذي يهدف الى انتاج 12 سفينة جديدة ويتم تصنيع هذه السفن الحديثة من فئة ارافورا كلاس بناء على تصميم السفن الـ OPV80 والذي تنتجه شركة بناء السفن الالمانية لورسن بمجب عقد بقيمة 2.5 مليار دولار امريكي ويعد تصميم فئة السفن الارافورا اصدارا حديثا من سفن الدوليات البحرية الاساسية التي قدمتها شركة لورسن الى البحرية الملكية البروناي من فئة دار السلام والمكونة من اربعة سفن وقد دخلت هذه السفن الخدمة في الفترة بين عام 2011 و14 وكانت استراليا قد تعاقدت مع الشركة الالمانية في نوفمبر من عام 2017 حيث عقدت لورسن شركة مع احواض بناء السفن الاسترالية اي اس سي لبناء الفئة الجديدة من هذه السفن ومن المخطط ان يتم تصنيع اول سفينتين دورية في حوض بناء السفن التابع لشركة اي اس سي في مدينة اديلايد جنوب استراليا واما العشرة المتبقية فستصنع غرب استراليا بالشراكة مع اوستال وسيفميك ومن المتوقع ان تدخل السفينة الاولى ارفر الخدمة في عام 2022 وترغب البحرية الملكية الاسترالية في ان تصبح سفنها الدورية منصات متعددة الاغراض ومجهزة باجهزة استشعار متطورة مع انظمة ادارة القتال الذي تنتجها شركة ساب استراليا وانظمة التحكم في اطلاق النار كما سيتم تزويل السفن بحزم مهام خاصة لدعم انظمة الطائرات بدون طيار وقدرات لمكافحة الالغام وفي ذات المجال نجحت شركة صناعة السفن الهولندية دامانشيلد ايضا في المنطقة وتم اختيار تصميم سفنها الدولية من قبل خفر السواحل البيتنامي لانتاج فئة جديدة من السفن بوزن يبلغ 2400 طن وقد تم حينها التعاقد بين الشركة الهولندية دي اس ان اس وشركة سونغ ثو التابعة للحكومة لانتاج هذه السفن داخل فيتنام في حوض بناء السفن سونغ كام وتم البدء بتصنيع اول سفينة في نوفمبر من عام 2015 كسفينة متعددة الاغراض تحمل اسم السي بي اس وتكمن حاجة فيتنام للسفن الدورية لمواجهة زحف السفن الصينية الى بحر الصين الجنوبي وتهديد حدودها البحرية وقامت الوكالة الماليزية البحرية مياة التي كانت تسمى سابقا بخفر السواحل الماليزية ايضا بالعمل على انتاج سفن بحرية مبنية على تصميم السفن التي تنججها شركة ديمان الهولندية متمثلة في طرز ال او بي في 1800 حيث يتم تصنيع ثلاث سفن من قبل شركة تي هيج هفي انجينيرينج وشركة ديستيل الماليزيتين في مشروع مشترك في احواض بناء السفن بولا انديا في ميناء كلانغ القابع في وسط مضيق مالاكا ومن المقرر ان يكلف المشروع 160 مليون دولار لجميع السفن الثلاث التي يبلغ طولها 83 متر لكن شركة دي اس ان اس الهولندية لم تتمكن من تأكيد مرحلة البناء التي وصلت اليها السفن وبالتالي فمن غير الواضح ما اذا كان من الممكن الوفاء بموعد التسليم في منتصف عام 2020 وبالاقضي بالاعتبار ميزانية الوكالة الماليزية البحرية التي تبلغ 12 مليار دولار فقط خلال السنوات العشر المقبلة فلن تتمكن ماليزيا من شراء الكثير في غضون ذلك من المقرر ان تستقبل البحرية الباكستانية سفينتين دوريتين جديدتين تزين كل واحدة منها 2300 طن من شركة دي اس ان اس والتي هي قيد الانشاء في حوض بناء السفن التابع للشركة في مدينة غالاتي برومانيا وتم اطلاق اول سفينة في مايو من عام 2019 ومن المتوقع ان تدخل الخدمة في وقت لاحق من عام 2020 وفي حين ان البحرية الاندونيسية اليوم تتجه نحو تشغيل السفن القتالية والفرقاطات الحديثة بشكل رئيسي ترك ذلك لقطاع قفر السواحل الاندونيسي باكاملا دورا اكبر للقيام بمهام الدوريات البحرية وقد استلم قفر السواحل الاندونيسي بالفعل سفينة دورية جديدة كبيرة بطول 110 امتار وبوزن يبلغ 2700 طن تحمل اسم كي اين تانجونغ داتو في يناير من عام 2018 من شركة تصنيع السفن المحلية وتهتف اندونيسيا في تصميم سفينة دورية كبيرة الى مواجهة السفن الدورية الصينية من ناحية الوزن والحجم والحمولة وستكون مكافئة لسفن الدوريات البحرية التي ينشرها خفر السواحل الصيني في منطقة بحر ناتونا وبموجب خطتها التطويرية متوسطة الاجل كان لدى الباكام لا طموح لانتاج ثلاثين سفينة بحلول عام 2019 بما في ذلك اربع سفن دورية بطول 110 امتار وعشرة اخرى ذات طول الثمانين متر ولكن الكثير من هذه الطموحات لم يتحقق غالبا بسبب نقص التمويل وتفضيل قطاع البحرية على غيره حيث تفضل الحكومة الاندونيسية حسب مراقبين ارسال فرقاطات في مهام تأمين قوارب الصيد على ارسال سفن دورية وفي تايلاند اكملت شركة تصنيع السفن المحلية بانكوك دوك في ستاهيب بناء اول سفينة دوريات بحرية من فئة كرابي كلاس بطول 90 متر في اغسطس من عام 2013 وقد سند تصميم السفن من فئة كرابي على السفن التي تنتجها شركة بي اي سيستمز من طراز او بي في ناينتي بموجب اتفاقية لنقل التكنولوجيا بلغت قيمتها حوالي 79 مليون دولار وبدأ انشاء سفينة ثانية في عام 2016 بتكلفة تقدر ب 155 مليون دولار وكان من المتوقع تسديمها خلال عام 2019 ولكن يبدو ان السفينة لم تنتهي بعد وقد صرحت الشركة المصنعة انه من المخطط تزويد السفينة الاولى بمدفع من عيار 76 ملي متر ودمج صواليخ الهاربون الامريكية المضادة للسفن في السفينة الثانية وعلى الجهة الاخرى من بحر الصين الجنوبي تسلمت الفلبين مجموعة من خمس سفن دورية صغيرة من شركة بناء السفن الفرنسية اوشيا لصالح خفر السواحل الفلبيني بموجب عقد قيمته 103 ملايين دولار وستكون واحدة من هذه السفن بطول 84 متر مصممة بناء على طراز السفينة الدورية التي تنتجها نفس الشركة الفرنسية من طراز OPV270 وقد اعلن خفر السواحل الفلبيني حينها ان هذه السفينة الدورية سيتم تصنيفها تحت فئة بي ار بي جابرييلا سيلانج وقد دخلت السفينة الاولى الخدمة في اغسطس من عام 2019 والثانية قيد الانشاء وفي شبح القارة الهندية يوجد برامج كبيرة لانتاج سفن دوريات بحرية ولكن يبدو ان هناك مشكلات في تشغيلها واكملت شركة جواشبيارد لميتل بالفعل تسليم ست سفن دورية من فئة سامارث في عام 2017 ومن المتوقع توقيع عقد لانتاج خمس سفن اخرى وفي الوقت نفسه حصلت شركة لارسن انتوبرو على اقتن صناعة سبع سفن دورية لخفر السواحل الهندي في مارس من عام 2015 وعلى الرغم من ان السفينة الاولى ابتدأ تصنيعها في نهاية عام 2017 الا انه ليس من الواضح مدى تقدم مرحلة البناء لهذه السفينة او السفن الاخرى وقد طلقت البحرية السريلانكية سفينتي دوريات بحرية جديدتين تم تسليموهما في عام 2017 و2018 لدعم اسطول البحرية القديم وفي مايو من عام 2019 تسلمت البحرية السفينة هاملتون ذات طول المائة وخمسة عشر متر والتي كانت تقدم في قفر السواحل الامريكي باسم شيرمان واستلمتها البحرية السريلانكية بموجب قانون المساعدات الخارجية للولايات المتحدة بعد تحديث انظمة التشغيل في السفينة وفي شمال شرق اسيا تعتزم تايوان استبدال السفنها الدورية القديمة وتخطط لتصنيع عشر السفن دورية يتراوح وزنها بين الف الى اربعة الاف طن واثني عشر طرادا اخف بحلول عام 2027 لصالح ادارة خفر السواحل في تايوان بالتعاون مع شركة سي اس بي سي لصناعة السفن وشركة جونغ شين بناء على تصميم الفرقاطات من فئة جينغ كونغ والكورفيت تو جيانغ على التوالي وتقوم اليابان ببناء سفن دورية جديدة لحماية جزر سينكاكو لمواجهة الزحف الصيني في المنطقة حيث تشير التقارير وسائل الاعلام الى ان قفر السواحل الياباني سيحصل على ثلاث سفن دورية جديدة يبلغ وزنها ستة الاف طن يتم تصنيعها بواسطة حوض بناء السفن ميتسو بيشي اشتركوا في القناة